ما حقيقة إلغاء ذبح أضحية العيد الأضحى لهذه السنة على عكس ما يتم تداوله من أخبار عن احتمال إلغاء ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة بسبب مخلفات الجفاف عقد وزر الفلاحة وصيد البحري والتلمي القروية والمياه الغبات محمد صديقي يومه الاثنين بالرباط اجتماعا مع ميهني قطاع اللحوم الحمراء وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى وشدد صديقي خلال هذا اللقاء على أهمية التوقف عند وضعية قطاع اللحوم الحمراء في مواجهة التحديات الراهنة على غرار الجفاف والتدخم فضلا عن تداعيات أزمة كورونا التي أعطر توازن إنتاج هذا القطع وأبرز أن هذا الاشتماع شكل أيضا فرصة لتدارس وضعية العرض بالسوق الوطنية فيما يتعلق باللحوم الحمراء ومناقشة التدابير الواجب اتخاذها لضمان تموين السوق واستقراره من جهته أفد رئيس التعاونية الفلاحية كوباك محمد الولتيتي بأن الاشتماع هدف إلى مناقشة تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى والتوازن القائم بين الإنتاج الوطني والاستهلاك الداخلي واحتياجات الاستيراد ترجمة نانسي قنقر